ازمالنا كريم احمد ولقاء مع كابتن سامي امصان مدرب النادي الاحلي مهمة جدا من اللعيبة وتكلموا في الموضوع ده كان مهم جدا لانت نكسب مبرادية كانت مهمة الحمد لله اعطاك الحمد لله اداء كويس واشكر برضو الجمهور المغربي على الدعم اللي اقدمهونه واشكر جمهور النادي الاهلي اللي جيف كسافة برضو النهاردة ودعم اللعيبة الحمد لله بطولة كبيرة بداية الحمد لله انفاقة كل محتاجينها جدا لكن لسه عندنا خطوطين بقى وثلاثة ان شاء الله نقدر نوصل لهم عشان نقدر نوصل لحلم جمهور النادي الاهلي دايما ان شاء الله ونقدر نلعب المباراة نائية بإذن الله بقول ليه لمحمد شريف بقى رجل المباراة هدف رائع ومميز حقيقة ادى اداء اكتر من دراع الحقيقة مبطلة الدور العام ومباراة الدور العام ربنا بيكافئ وربنا بيدي طبعا لكل مجتد نصيب حابة تقول لي شريف على اداءه المميز جدا بقول له طبعا انت ليس عندك كتير جدا جمهور النادي الاهلي عندك صغيرة كبيرة فيك جدا حتى في الاوقات اللي ما كانتش فيها عدم توفيق بالنسبة لك قدرت ان انت تكتهد وترجع تاني وترجع نفسك تاني وترجع صغيرة جمهور النادي الاهلي فيك تاني انت لعب مميز ولعب حداف ومستنين منك كتير ان شاء الله توفيق ان شاء الله محمد شريف يعني الحقيقة اكتهد كبير جدا الشخصية هادية جدا اتمرأ ارجع اتمرأ ربنا بيكافئ مبروك يا شريف رجل مباراة دي حاجة كبيرة جدا في اول مباراة في بطول الكاس العالم ادائك مميز جدا الحقيقة الشريف ربنا بيكافئ لان انت بتكتهد بشكل كبير حابب تقول ليه على مكافئة ربنا ليك على الاداء المميز جدا وعلى الفوز الكبير الحقيقة لكل فرينا دي طبعا بسم الله الرحيم بحمد ربنا على المكسب ده كان اهم يا كريم انت عارف احنا كانوا يبقى وحش اول لو احنا جينا ماتش واتخرجنا كنا مركزين جدا في الماتش ده اللي ماتش ده يخلينا نكمل في البطولة يمكن الفيديو اللي احنا تفرجنا عليه كان نخدع شوية وكناش عايزين الفيديوهات تخدعنا يمكن في الفيديو مش ظاهر قوة الفريق قوي بس كنا محترمينهم جدا وطبعا بنحمد ربنا على المكسب لان ده كان الهم لان هو ده اللي خلينا نكمل في البطولة الحمد لله السيستو الهدف ويمكن يعني اداء مميز جدا الحقيقة من كهرباء واداءه رائع الحقيقة وربنا بيكافئ زي ما بيكافئ محمد شريف زمان احنا من منطقة واحدة من مصر القديمة فانا وكهرباء اخوات من زمان فطبعا ببقى مبسوط له جدا طبعا لما بيجيب ولا بيصنع دايما بنجرع على بعض سواء انا جبت او هو جاب في حب دايما بيننا والفرقة كلها طبعا مش كهرباء بس بس طبعا كهرباء يمكن الاقرب لئي يعني في الفرقة انا وقربين من بعض يعني زي ما احنا عارفين خلاص بتنتهي الفرحة وبتنتهي في لحظات بسيطة جدا عندنا بقى مهمة تاني الفترة اللي جاية خلاص اللعيبة انتهت الفوز حقا اناوك شايف المباراة اللي جاية ازاي وشايف ان احنا ممكن نوصل لفينا شريف يمكن احنا طبعا هنريح النهاردة مش هنفكر في حاجة من بكرة ان شاء الله هنبتدين انتفرج على الفرقة لالعيبها عندنا اطموح ان احنا ناخد مركز احسن من اللي احنا خدنا السنة تانية الفاتو كي احنا ساتير فانو خدنا تالت بنفكر اللي احنا ناخد حاجة احسن ان شاء الله السنة باذن الله جمهور النادي الاهلي والحياة الجمهوري المغربي عملوا رسالة كبيرة جدا وتحديدا جمهور النادي الاهلي كانوا متوجدين وبيأزروا ويدعموا شفت الافتتاح ازاي شفت الاجواء الخاصة ازاي في ملعب النبطوتها طبعا جمهور النادي الاهلي كبير في كل مكان دايما بيدعمنا في اي بطولة بنروحها سواء في الامارات في قطر في اي مكان دايما في ظهرنا طبعا بنشكرهم على توجودهم معنا النهاردة وطبعا بنشكر الجمهوري المغربية كانت برضو بتدعمنا النهاردة وربنا يديم المحبة بين الشعبين ان شاء الله حبيبا كيبا حبيبا ألف مبروك الحقيقة لكل لعيبة النادي الاهلي ومصر كولر كمان الحقيقة لتحضيره الرأى والمميز شفتنا الحقيقة السينيريوات العديدة الجدد اللي كان مقسمها في المباراة متخدعناش من فريق اوكلان سيتي متخدعوش اللعيبة من التصريحات الحقيقة اللي كانت يعني بنقول فيها تنويم مغناطيسة شوية خلاص المباراة انتهت وجود لعيبة النادي الاهلي في فندق القامة هيتناول وجبة العشاء ومنها مباشرة للاستعداد من جديد بمشيئة الله ان شاء الله ليوم السبت مباراة مهمة جدا كالعادة يا رب ان شاء الله بإذن الله الكل يكون على قلب الراجل الواحد الكل يكون عنده الشخصية الكبيرة وانكار الزات الكبير جدا يا رب ان شاء الله النادي الاهلي يوصل لبعيد جدا في كأس العالم للاندي